أصبحنا وأصبح الملك لله يعني الإنسان أحيانا يستيقظ يستيقظ وينطلق إلى أداء أعماله اليومية هذه غفلة أما المؤمن إذا استيقظ يعلم علم اليقين أن الله سمح له أن يعيش يوما جديدا لأن النوم نوع من الموت لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استلقى على فراشه يقول يا رب إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها مما تحفظ عبادك الصالحين إذن إن أمسكتها فارحمها لعلها تكون القاضية وإن أرسلتها فاحفظها فإذا استيقظ يقول أصبحنا وأصبح الملك لله لذلك ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة أيها الإخوة الكرام ماذا يعني الدعاء المستمر أيها الإخوة يعني دوام الاتصال بالله يعني دوام التذكر يعني هو مع الله دائما أنت تصلي في اليوم خمس مرات ولكن بالأدعية والأذكار التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع الله دائما إذا خرجت من بيتك هناك دعاء إذا عدت إلى البيت هناك دعاء إذا انطلقت مساثرا هناك دعاء إذا عدت من السفر كان يقول آيبون حامدون تائبون إذا تناولت الطعام هناك دعاء كانت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأذكاره تمثل شدة اتصاله بربه ودوام اتصاله بربه وهو الذي يقول الدعاء مخ العبادة كان عليه الصلاة والسلام إذا عاد من السفر يقول تائبون آيبون إن شاء الله حامدون لربنا عابدون أعود بالله من وعساء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد وكان عليه الصلاة والسلام إذا عاد من السفر توجه إلى المسجد ليصلي ركعتين قبل أن يذهب إلى بيته وكان إذا أزمع السفر كان يدعو بهذا الدعاء اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد وكان إذا بنى المسجد ساهم مع أصحابه الكرام في بناء المسجد كان يقول إن الله لا يحب أن يرى عبده متميزا على أصحابه كان يكره أن يرى متميزا على أصحابه فكان يسلم صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد وهو يقول يذكر الله عز وجل فيقول اللهم لولا أنت مهتدين اللهم إن العيش عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة وحينما حفر أصحابه الخندق ساهم في حفر الخندق معهم وكان يقول اللهم لولا أنت مهتدين ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن ثكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا كان إذا رأى المطر يقول اللهم صيبا نافعا كان إذا خاف ضررا من رياح ماحقة أو مطر شديد كان يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والأودية ومنابت الشجر وكان عليه الصلاة والسلام إذا سمع الرعدة يقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وكان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والسلام ربي وربك الله هلال خير ورشد كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يحب يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة ما غفل عن نعمة أنعم الله بها عليه إلا ونسبها إلى الله عز وجل كثيرا ما نغفل نحن نكون غارقين في النعم ونظن أن هذه النعم من جهدنا ومن ذكائنا ومن خبرتنا ومن سعينا ومن عملنا ومن شهاداتنا ومن تفوقنا عليه الصلاة والسلام النعم التي كانت تحيط به لا ينسى لحظة أنها من فضل الله عز وجل فكان إذا رأى ما يحب يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وكان إذا نظر إلى وجهه في المرآة كان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار هذا الوجه الذي كرمه الله عز وجل أيعقل أن يلقى في النار الإنسان حينما يفعل الكبائر وينحرف يستحق دخول النار كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار كان إذا قال له أحد إني أحبك كان عليه الصلاة والسلام يقول أحبك الذي أحببتني له أحبك الذي أحببتني له وكان إذا أصبح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله يعني الإنسان أحيانا يستيقظ يستيقظ وينطلق إلى أداء أعماله اليومية هذه غفلة أما المؤمن إذا استيقظ يعلم علم اليقين أن الله سمح له أن يعيش يوما جديدا لأن النوم نوع من الموت لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استلقى على فراشه يقول يا رب إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها مما تحفظ عبادك الصالحين إذن إن أمسكتها فارحمها لعلها تكون القاضية وإن أرسلتها فاحفظها فإذا استيقظ يقول أصبحنا وأصبح الملك لله لذلك ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة مرة ثانية أيها الإخوة الأدعية التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحوال كلها الإنسان ينام يستيقظ يتناول الطعام يخرج من بيته يعود إلى بيته ينطلق مسافرا يعود من السفر يصيبه مرض يشفى بعد المرض يرى ما يسره يرى ما لا يسره تقرأوا كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى ففيه أذكار النبي صلى الله عليه وسلم كلها وأذكار النبي تعني أن النبي كان مع الله دائما ما غفل عن ربه لحظة لذلك لإن شكرتم لأزيدنكم أحد أنواع الشكر أن تعزوا النعمة إلى الله ابن آدم إنك إن ذكرتني شكرتني إنك إن ذكرتني شكرتني وإذا ما نسيتني كفرتني لذلك التذكر نوع من الشكر وقد قال الله عز وجل ما يسعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يعني أنتم مخلوقون من أجل المعرفة ومن أجل الشكر لأن الكون سخره لكم تسخير تعريف وتكريم تعريف وتكريم رد فعل التعريف أن تؤمن به ورد فعل التكريم أن تشكره فإذا آمنت به وسكرته فقد حققت المراد من خلقك لذلك عندئذ تتوقف المعالجة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم لنحن أمام نعم لا يعلمها إلا الله لو شغلنا أنفسنا بشكرها لكنا في سعادة ما بعدها سعادة لكن اللئيم يذكر ما ينقصه وينسى ما هو في حوزته بينما الكريم يشغل بما في يديه عن الذي ينقصه كان إذا وقع شيء لا يحبه إنه بشر ولولا أنه تجري عليه كل خصائص البشر يغضب كما يغضب البشر ينسى كما ينسى البشر يجوع كما يجوع البشر يشعر بالحر كما يشعر البشر لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان قدوة لنا ولما كان سيد البشر كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءت الأمور على غير ما يريد كان يقول قدر الله وما شاء فحل موحد وإذا استصعب شيئا ألا نواجه أمورا صعبة في حياتنا ألا نواجه عقدا لا تحل ألا نواجه أشخاص يعني معقدين وأقوياء في وقت واحد كان إذا استصعب شيئا قال اللهم لا تهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا هذه هي العبودية لله عز وجل هذا هو الاستقار له أن تشعر بضعفك أمام قوة الله بجهلك أمام علم الله بتقصيرك أمام فضل الله عز وجل حتى إذا كان قد لبس ثوبا يقول اللهم إني أسألك من خيره ومن خير ما هو له الإنسان قد يلبس ثوب فيزهو على أقرانه يأخذه الكبر إذا كان ذواقا إذا كان أنيقا قد يأخذه الكبر في ثيابه كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك من خيره ومن خير ما هو له وأعود بك من شره وشر ما هو له كان إذا خرج من بيته يقول باسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وكان إذا قدم له الطعام يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار حتى أنه كان إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذاقني لزته الطعام وأبقى في قوته وأذهب عني أذاق المريض يعطى السيرون أذاقني لزته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاق حتى أن وسادته في البيت كانت وسادة كانت وسادة من أدم محشوة ليفا وتروي السيدة عائشة أنها كانت تفترش للنبي عباءة له فجاء ليلة قالت وقد ربعتها له على أربع مجالات فنام عليها فلما أصبح قال يا عائشة ما لفراش الليلة ليس كما كان قالت يا رسول الله قد ربعتها لك قال لذلك نهاها عن أن تعيدها ثانية خشية أن يستغرق في النوم قد ربعتها لك هو يرى أن الدنيا موقتة يقول إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يعزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وعطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي كل هذه العبادة وكل هذا الاستغراق وكل هذه الصلاة في الليل وكل هذا الدعاء كان يقول والله دقيقوا لأن أمشي مع أخ مؤمن في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا جعل خدمة الخلق عبادة والله لأن أمشي مع أخ مؤمن في حاجته خير لي من صيام شهر لذلك يمكن أن نخلص من هذا أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كعبادة الرهبان العاكفين في المغاور بل كانت عبادة الرجل القوي المتجهز للقاء العدو عبادة وهو في أعلى درجات القوة عبادة وهو في أعلى درجات النشاط عبادة وهو في أعلى درجات الاجتماعية يعني يعيش مع المجتمع يتفقد أحوالهم يعرف ما له وما عليه لكن الحديث الدقيق الدقيق الذي أتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لوضع ملامحه بين أيديكم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في سنن أبي داود عن عوف ابن مالك أن النبي قضى بين رجلين على كل هذا الرجل الذي قضى عليه لما أدبر قال حسبي الله ونعم الوكيل قال النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا هذا إن الله تعالى يلوم على العجل ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل يعني هذه كلمة حق أريد بها باطل أوضح مثل طالب لم يدرس فلما رسل قال حسبي الله ونعم الوكيل هذا كلام ليس في مكانه هذه الآية ليست لهذه الحالة لكن لو أن هذا الطالب درس أقصى ما يستطيع وقبل الامتحان جاءه مرض حال بينه وبين أداء الامتحان الآن يقول حسبي الله ونعم الوكيل يعني إن الله يلوم على العجل الكسول الذي لا يأخذ بالأسباب لا يتوقى لا يضع لكل مشكلة حلا لها لا يسعى لا يسأل لا يدبر أموره لا يتعقل هذا العاجز الذي يترك أموره سائبة هكذا هذا إذا أصابه مكروه لا ينبغي أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل هذا جزاء التقصير هذا جزاء ترك السنن هذا جزاء الاستخفاف بقوانين الله عز وجل غلط كبير أن تعزو تقصيرك إلى الله غلط كبير أن تعزو ترك الأخذ بالأسباب وتحمل النتائج إلى الله عز وجل ماذا قال هذا الرجل قال حسبي الله ونعم الوكيل قال قرآنا لكن هذه الآية ليست لهذا الحال هو مقصر قال إن الله تعالى يلوم على العجز ولكن عليكم بالكيف أي التعقل تدير الأمور السعي الأخذ بالأسباب يعني كل شيء له حل ابحث عن الحل تحرك أطلب طالب أكتب اسأل اشتكي تعقل تأمل تدبر أما أن تكون هكذا أن تعرض نفسك لكل الأخطار من دون أن تتحرك هذا هو العجز قال عليه الصلاة والسلام للذي قضى عليه وقد قال لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يلوم على العجز ولكن عليكم بالكيف يعني تدبر أما حينما تغلب بالقضاء والقدر هناك مشيئة علوية شاءت ذلك ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن هذه المشيئة العلوية خيرة قطعة عندئذ تستسلم لا تستسلم إلا بعد أن تأخذ بكل الأسباب وبعد أن تستنفذ كل الفرص عندئذ تقول حسبي الله ونعم الوكيل هذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحيح مسلم وهذا حديث خطير يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف والقوة مطلقة العلم قوة المال قوة العمل الذي فيه نفع للناس إذا كنت في هذا العمل فأنت قوي فالقوة بمطلقها المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف إن تفوقت في عملك احترم الناس دينك وقدروا اتجاهك أما المقصر المتخلف هذا يجر إلى الناس أن يحتقروا اتجاهه ويزدروا دينه لأنه مقصر هذا الحديث دقيق جدا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير جبرا لخاطر الضعفة احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان ذكرت فجر اليوم أن هناك استثناء من لو لو هذه نهى النبي عن أن نستخدمها في قاموسنا لو فعلت كذا لكان كذا لو فعلت كذا لكان كذا قل قدر الله وما شاء فعل لكن العلماء استثنوا لو الإيجابية قال تعالى ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا الإنسان إذا كسب مالا حراما ثم دمر الله له ماله إذا قال لو أنني تعففت عن الحرام لكان خيرا لي هذه لو مسموح بها ويجب أن نقولها دائما لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل ما يفعل بعذابنا إن شكرنا وآمنا إذا جاء الإنسان عقاب إلهي على ذنب يعرفه ومعصية ارتكبها ينبغي أن يقول لو لم أفعلها لنجان الله من هذا حتى ما يعد مرة ثانية أيها الإخوة الكرام هذه نماذج تفصيلية من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم مركز استقل في الخطبة إن الله يلوم على العجز ولكن عليكم بالكيس فإذا غلبك أمر بقضاء الله وقدره من دون حيلة منك عندئذ قل حسبي الله ونعم الوكيل هذه الآية تلقى في هذا الموطن أيها الإخوة الأكارم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني والحمد لله رب العالمين